اليوم ان شاء الله سنتكلم عن قنوات اليوتيوب وبعض التوضيحات للربح والرفع وسبب اغلاق القنوات اليوتيوب العربية وخاصة في 2015-2016 مع مدخل ديسمبر-جنوبي اغلقت قنوات كثيرة للعرب اذا الحملة اللي داروها اليوتيوب على قنوات اليوتيوب العرب تقريب شعر بها اكثر من 90% من اصحاب قنوات اليوتيوب سنعطيكم فقط امور توضيحية لكي نفهموا ما هي اليوتيوب واتسنس وغيره الاولى ايقاف الربح من القناة اليوتيوب بسبب مفاجئ يعني إلغاء اتسنس من اليوتيوب يعني كنت توقف القناة من اليوتيوب هي ليست قناة ممكن حتى توقف لكن ايقاف الربح من القناة اليوتيوب بسبب مفاجئ هو إلغاء اتسنس من اليوتيوب اتسنس هي الربح من الاعلانات التي تظهر على اليوتيوب يعني اتسنس كي يخرجوا الاعلانات يعني اسفل الفيديو سيدخلوا القدرة اما اذا تنحات الاعلانات يعني اتسنس لا يستخدمها وصحب قناة اليوتيوب يسمى يوتيوب بارتنر في حال تربط قناة بأتسنس يعني اذا انت حللت قناة يوتيوب تقدر تتفاعل قناة يوتيوب لكنك لست شارك اما اذا ارتبطت قناتك بالأتسنس بالأتسنس ما انت اصبحت شريك لليوتيوب وأصبحت بنتكم شاركة بنسبة 2% تديد راهمتها الاعلانات وكل العرب بما اغلق قناتهم يلقون اللوم على اتسنس والجوجل يعني اسبوكل يلقون اللوم على جوجل والأتسنس يقول لك اغلق قناتي و اتسنس اني درت فيها مكره او امور للتفكير العربي يعني وهو اغلاق القناة لا يقفلوها نهائيا يعني اغلاق قنات لا يقفلوها نهائيا ولكن يعني اغلاق تحقيق الربح فيها يعني القناة لا تغلقش لكن الربح فيها لا يجب ان يرجع نهائيا وخاصة حسب دراجات الاسباب والمشاكل لدرتها او انتهاك الحقوق اغلق حساب اتسنس بالقناة يعني يفقد صاحب القناة الربح ولا تظهرش عنده الاعلانات على الفيديوهات هذه المشكلة هذه الخسارة يعني تريد حل يوتيوب اذا كنت حلتها للربح تريد الاعلانات اذا لم تظهر الاعلانات سوف تخلص من الادسنس ونحن ندرس بإذن الله على طريقة كيف ندخل من الوتيوب كيف ندخل من الوتيوب او عن طريق الاعلانات الاسباب للعرب يعني الأجانب على الفكرة يعني لهم العرب والمشاكل كيف ندخل من الوتيوب يدخل من الوتيوب يدخل من الوتيوب لا يقرأ الوتيوب يقول اكسبت اكسبت وخلاص كأنه برنامج ونحن ندخل من الوتيوب لديه قوانين يقول لك اذا الحملة اللي استهدفت لجميع بلسثنا لا كانت واحد لأخلاته او عربي او غوري اذا اخويا القارئ لو اغلقت قناة ذلك او الربح منها يعني انتدرت قمت بأحد تلك الأسباب ومن بين تلك الأسباب او تعليق القناة يوتيوب او يقاف الربح منها يعني من بينها سنذكرها ان شاء الله في درسنا اليوم ومن بينها اول حاجة هي المحتوى غير المرغوب فيه هو الممارسات الخادعة والخداع يعني مثلا انسان يخدع اليوتيوب كيف نقوله نخذع اليوتيوب مثلا المقاطع الفيديو يعني والتعليق المرغوب فيه عفوا المقاطع الفيديو يعني والأمور غير المرغوب فيها مثلا نعطيكم ايزامبلار حاجة ممكن مشهورة في القناة في القوانين هي ترفع اكثر من ثلاثة فيديوهات اكثر وش ثلاثة يعني أما فيقام ثلاثة فيديوهات يعني ما تصلح شغل قانوني او مثلا نضع فيديوهات مكررة في نفس القناة مثلا نجح لك نجح لك ونبدل لغير المرغوب فراحة نقوم بإمكانك ونقوم بإمكانك ونقوم بإمكانك نزيد لا هذا ممنوع تماما يعني ان يتغير أم لا أو مثلا أن تقوم بإمكانك عنوان مكرر أو تبدل أشياء في الفيديوهات مجرد أن العنوان يجب لك الزور هذا ما كان وكان كامل ليسا الفيديوهات المسموح بها هي ثلاث فيديوهات يوميا ثلاث فيديوهات يوميا هم الأشخاص العاديين الشخص العاديين هم الشخص العادي هل يترفع الكثير من الفيديوهات وقنات فينا رفعت الكثير من عشر فيديوهات أكثر كذا هناك قانون من عشر إلى 20 فيديوهات للقنوات الإخبارية فقط يعني إذا كانت قناة إخبارية عندك حق نزل بين 10 أو 20 أو مثلا قنوات الكبيرة يعني أمثال منشئ الفيديو والمحتوى أمثال يعني منشئ الفيديو يعني وغيرها من القنوات الفضائية مشهورة يعني كيفها إذا كنت يوتيوب عادي ما كلاح تريسكي بتذ فيديوهات أو أكثر من يقولك مثلا كما يقولك في اليوتيوب يعني هبط تليشارج وعدل في الكامتازيا وعدل وعدل واستثمرها بدون حقوق مثل هنا يشوف اليوتيوب إذا كتشف أمرك ويكتشفها بعد مدة بعد عام ممكن بعد عامين إذا كتشفك راح يقفل لك قناتك هذه حاجة بينها يعني حاول ترفع يومين ثلاث فيديوهات ونصحك مراجعة نفسك يعني قبل الغلق والتعليق وش هنقوله ثاني أيضا هناك مشاكل أخرى تشاهد عديد من العناوين الفيديوهات وتدخل الفيديو تجد المحتوى يعني لا يوجد العنوان تجلبك فيديو مثلا تكتب العنوان تعال كذا إنسان يطير إنسان خارق يعني وحط لك تعليق يعني ما عندهش علاقة يحط لك عنوان ما عندهش علاقة تمام بالفيديو الفيديو في جهة والتصوير في جهة والموضوع في جهة تجد المحتوى مثلا تجد المحتوى مثلا كما يديروا أصحاب السلفيين يعني إنسان من أصحاب التديون يدلك صورة إن الله يديها الله هذه هي شركة يوتيوب شركة علامية شركة ربحية أي من هي الشركة عربية ولا شركة تتخمام تتخمام تاني نخبه فيها عربي وقاول هذه شركة تربح ما أنت مذابية هي العرب نسبة كبيرة في العرب مذابية تتعامل معها أخوي عنده مقوانين تبقهم إذا انت من جمعة المسلمين نحن مسلمين نحن نحن مسلمين دلك فيديو في صورة إباحية فاتة عريانة يعني صورة إباحية صورة إباحية وكما تتخمت لها فاتة قاصة وكذا وكذا تدخل فيديو تلقى قرآن يعني هو في التفكير تفكير غبي يجب بالمعصية يجب الهداية بالمعصية أنا لم تفهمتها عندما تتخمت في صورة إباحية تلقى قرآن تصدقى بالأكس تتكرر الشيء التي ترى وقالت بالأكس إذا هذا انتهاك لحقوق اليوتيوب يعني إذا تصورها إباحية ودخلت لقيت القرآن تصلحش يا جماعة هذه يا راهي ما تصلحش هذه باش نتفهموا فيها بعم فيما يخص يعني عفوا إذا لقيت القرآن لقيت أخرى ما انتهى انتهى الناس كذبت عليهم واخدعت اليوتيوب وهذه بين الأشياء الممنوعة في القنوات إذا حاول تضع العنوان هو الموضوع على الفيديو إنسان يطير اضع عنوان إنسان يطير وضع الفيديو لا تكذب عن الناس يقول كان سرطق الصعر المهم تكون موضوع نفسه لا يوجد شيئا وهذا المشكلة صارت تقريب أجماعة في العرب كثيرا العرب ليس كثيرا تقريب نسبة 200 العرب الذي يقوموا فيها فقط الهند الهند والصين أنا أعرف جدا ما همش يعملون في هذه الأشياء الناس واعية الناس على البلاد لا يشاهد الناس يتخدم جيدا الهواية نفوتوا هذا الموضوع نكملوا وين وصلنا وناثذ فيديوهات ما كانش في ذلك ثلاث فيديوهات سنقول لكم نقريب النص للقوانين على هذا الموضوع إن نشر كميات هائلة من المحتويات الغير موجهة إلى جمهور معين أو غير المرغوب فيها أو المتكررة في مقاطع الفيديو أو التعليقات أو الرسائل الخاصة أو في مواضيع أخرى من المواقع أمر غير مقبول إذا كان الهدف الأساسي من المحتوى الذي تعرضه جذب الناس إلى مواقع أخرى غير اليوتيوب فسيعتبر هذا المحتوى على الأرجح انتهاكاً لسياسات المحتوى الغير مرغوب فيه إذن أما شيء آخر هو الزيارات الزائفة والغير مرغوب فيها يعني للأسف العديد من أصحاب القنوات يعني يسعون لجلب الزيارات كبيرة جداً يعني تشري زيارات تروح المواقع لجلب الزيارات التي كثرت 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 كثير فيديوهات تحافل في قنوات اليوتيوب و أنا كل يوم ننصح في فيديوهاتي و كان فيديوهات أضرت فيها أجمال لي عنده قناة اليوتيوب و يحب دوم له على مدى السنين و يحب يدير هواية أو أشياء اللي يحبها و يحب يدير المواقع الزيارات و يجلب الزيارات و يقول لجلب الزيارات و يجلب ليه جبله و ليس يعرفوني و يجلب منه و يغلق قناتك تماماً و يهدر معك يعني يرجع نفسك يعني لو كان يجل شخص يقوم بجلب زيارات خطيرة و وهمية لقناتك أنت تضيع عملك و قناتك كلها هنا للمحك يعني وتوعود للأغلاق الفوري يعني تغلق سير بلاس الأمر هذو اي فيتي و لا تذهب لجلب الزيارات و يقول لجلب الزيارات مئة ألف في النهار أو 24 ساعة لا خليها نطيرا خليها أخي إذا نجحت و لا نجحت لن تفرض روحك على المجتمع هذا و تفرض روحك على الناس و تفرض روحك على الناس و هناك أمور قانونية في اليوتيوب و ستوصلك و وراهي ليبر يعني أنا واحد من الناس عندي تقريب عامين يعملون في اليوتيوب ما عندي ليفي بزياب و لا عندي أخي بزياب لكن محتوى يعني محتوى تعليمي في الفوتوشوب ممكن أنا عندي ما عندي وقت بزياب باش نتفاعل مع الجمهور مئة إذا كان عندك وقت تتفاعل مع الجمهور أنا شفت الناس بزياب كل ما يتفاعلوكم يكثرون لديهم ليفي يكثرون لديهم يوتيوب أنا خرج مثلا فيديو واحد في شهر كان الناس يتخرج ثلاث فيديوهات أو ثنين في النهار أو كل يوم ينسوا الناس يتعرف إذن وهذا هو النص قانون اليوتيوب نقرأه لكم تعتبر انتهاك لبنود اليوتيوب كل محاولة لزيادة عدد مرات المشاهدة أو إبداءات الإعجاب أو التعليقات أو مقاييس أخرى بشكل زائف سواء باستخدام أنظمة ألية أو عبر عرض مقاطع فيديو على مشاهدين من دون رغبتها وسيتم حظر جميع مقاطع الفيديو والحسابات التي تنتهك بنود اليوتيوب كما ستتم إزالتها عن الموقع إذا كنت تسعى إلى توظيف شخص ما لمساعدتك في الترويج للمحتوى التابع لك عليك اختيار شخص تثق به ثقة أمياء إذن إنك تضع مصير قناتك وعمالك التجاري على اليوتيوب كما لكم تاهظو هذا هو نص القانون الرحل حاجة أخرى بيانات وصفية مضللة وهذه من أخطر أشياء الموجودة في اليوتيوب ومن شهورة بزيزة في قنوات اليوتيوب العربية لأن الناس لم يتم فهمتها البيانات الوصفية بشكل المعلومات الملاحظة هي التي تأتي تحت الفيديو تكتب الوصف تحت الفيديو يعني هذه هي الطامة الكبرى لأن يقوم بها أغلب أصحاب القنوات يعني يقوم بجلد الزوال بشكل رهيب يعني أن هذا الوصف هو أساس الأرشيفة في فيديو هذا الوصف التي تحت الفيديو مثلا فيه اشترك في قناتي وكذا وكذا فيه أمور فيه وصف الفيديو وش فيه 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 تكتبه هذه هي الأساس الأرشيفة في اليوتيوب منذ أن يقوم بكثل كتبها ثم الفيديو تحت أرشف أحسن بس حول كثرة الإفراط فيه يعني يعرض لك الحظر يعني بالأخير مثلا فيديو مثلا فيديو على واتساب وفيديو على فيسبوك يعني تجد الوصف ذلك في السطول الكبيرة يعني مثلا واتساب وفيسبوك وتكتبها فرنسي وتكتبها عربي وتكتبها مكسلة تكتبها اسباس بيناتها تكتب واتساب بالألف وتنوع وتنوع يعني تجدها مكررة بشكل رهيب يعني غير مختلاف الأوضاع والكلمات كثيرة جدا يعني هذا أمر غلط خضاء يعني تكتب فيسبوك تكتب الفيسبوك تكتب الفيسبوك عربي وترجمه بفرنسية إذا حبيت أما كنت تكتب 20-300 كما يديروا القنوات وخاصة الشامعة الإفريقية يكتبوا الكلمة يبقى يكرروا فيها يقال يكرروا فيها كانوا من فهمت الشامع حاول تيفيتي وهذه هي أساس الغلق اليوتيوب وهذه بالأكثر سيشوفوها ليهلا وكما أخرى لا يمكن أن نحية سيبريم يقبل ما يفق إذا نذهب إلى شيئة أخرى كانت الصورة المصغرة لنقوم بها بوضع عالي لفت الانتباه الصورة المصغرة أجمعها من الأون الأخيرة اليوتيوب يترك زالح يعني إحذر من تلك الفعلة لابد أن تكون الصورة من داخل الفيديو أو وثيقة تصيلة جدا يعني ما تكون الصورة اللي في الفيديو هي اللي تكلم على النوضوع أو ألا أخذت يعني الصورة منها لازم تتكلم على الموضوع ما تجد الصورة في عالم وفيديو في عالم أخر يعني تلقى واحد يكتب يعني عنوان فيديو يعني مثلا يقول لك شاهد أشرص البشر أكل اللحوم ولا يقول لك شاهد فتاة مثلا كذا بالخله والكلي يやってحط تكتب عنوان فقط يعني أتفكر يقوم بها اليوتيوب بمعاقباتها لأننا ركزوا عليها في الأون الأخير لأنها كثرة عن هذه الأشياء نزيد حاجة أخرى علامات للفيديو الكثير من الناس تقوم بوضع علامات كثيرة مجرد التلاعب بخوارزميهات اليوتيوب واجلب الزوار تضع كلمات فاصلة كلمات ممنوع من أن بات لتلك الأفعال لتجنب الحظر الفوري حاول تعالى بالخوارزميهات الجوجل تضع كلمات 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 في الوصف أو في الطائق قبل أن نذهب إلى شيء أخرى نعطيك النص القانوني يقصد بالبيانات الوصفية جميع المعلومات التي تضاف إلى مقطع فيديو وتتضمن هذه البيانات عنوان الفيديو والوصف والعلمات والتعليقات التوضيحية والصورة المسغرة تتيح لك البيانات الوصفية إضافة معلومات سياقية إلى مقاطع الفيديو لذا يرجى عدم استخدام هذه الميزات للتلاعب بخوارزميهات البحث أو تضليلها فيجب أن تمثل هذه البيانات الوصفية محتوى مقطع الفيديو وستفرض عقوبات على إضافة البيانات الوصفية بهدف التلاعب بخوارزميهات البحث من بينها إزالة الفيديو ووضع مخالفة على حسابك وغيرها يعني يرجى تحديد عدد معقول من العلمات التي تمثل محتوى الفيديو بطريقة الأفضل كما يرجى إضافة العلمات في القسم المخصص لها فقط في البيانات الوصفية تعتبر إضافة علامات إضافية إلى وصف الفيديو بمثابة محتوى غير مرغوب فيه وقد تؤدي إلى إزالة الفيديو إذا نذهب إلى شيء أخر من بين المشاكل التي تغلق قناتك فوري هي من بين الصور المصغرة مضللة أو للبالغين فقط يعني طبعا الكثير يلجأ للوضع صورة إباحية وراء كارثة كارثة عربية И и يوضع صورة إباحية للجذب الزائر للفيديو يعني العرب وكريدوح صورة إفاحية حتى وصلت أني شاهدت قناة تأمون التي يدروها في تونس هذه تألل العائلات وشكي ومنا مدحين بين الصورة ما تصلحش تماما في الموضوع لأنني لم يفهمت أن هذا كفر خمم والله ما فهمت أن الإنسان هذا كفر هو يخمم هذا يجعل اليوتيوب يتقوم بحضر الفيديو تماما ووضع عليه عبارة للكبار فقط ما تصلحش يجعل الناس مثلا للكبار فقط تخص للكبار لا يجب أن يدخل عنا ما من الصغار يجب أن يدخلهم يجب أن يجب أن يجب أن تفزل الأمور إذن يعني تكرار مثل هذه الأفعال التي تؤدي أطمعتك لإيقاف وتعليق القناة أو يجب أن يقول لك ما كان هذا الموضوع ولا يجعل لك تحذيرات والناس القانوني في اليوتيوب يعني بذلك يرجى اختيار صورة مصغرة تمثل المحتوى التابع لك بالطريقة الأفضل فقد يؤدي اختيار صورة مصغرة ذات إحاءات جنسية إلى إزالتها أو تقييد الفيديو بحسب العمر تمثل الصورة المصغرة بطاقة العنوان التي ستظهر بجانب الفيديو على الموقع وعليها وبالتالي ملاءمة جميع العمر في حال كنت تحمل محاكاة ساخرة أو تعليقا أو مدونا في فيديو يرجى اختيار بيانات وصفية تمثل المحتوى بطريقة ملائمة ولا تربيك المستخدمين أو تضللهم ومن المهم أخذ ذلك في الاعتبار فيما يتعلق بالأحداث الجارية أو مقاطع الفيديو التي تنتشر بسرعة فيرجى تحديد صورة مسغرة وعنوان يبينان بوضوح أن مقطع الفيديو نقدي ولا يعرض لقطات من أحداث واقعية ستتم إزال جميع مقاطع الفيديو المضللة من الموقع وقد يترق القائم بالتحميل المخالفات في هذا الشهر إذن نروح الحاجة أخرى أيضا هو التحرش والتسلط عبر الانترنت وهذه سيصالة كارثة كارثة اليوتيوب يريد أن يكون بيئة أمينة جدا المستخدمين من فضلك لا تنشئ محتوى يحضع الكراهية ولا يهذير الفزع والراض في قلوب المشاهدين ولا تنشئ فيديو وقم بالتشهير بأحد الأشخاص كارثة في الجزاء والمغرب العربي أو العرب تشهير بالأشخاص بسمعته ولا كل الأفعال يعني غير مسموح بها نهائيا في اليوتيوب يعني تؤدي إلى غلق القناة والنص القانوني اليوتيوب فيما يخص ذلك نحن نريدك أن تستخدم موقع اليوتيوب من دون الخوف من التعرض لمضايقات ضارة ولكن عندما تتجاوز المضايقات حدودها لتتحول إلى هجوم ضار يمكنك الإبلاغ عن المحتوى المأني لإزالته في بعض الأحيان قد يكونوا مستخدمون مزعجين بعض الشيء أو قد ينشرون محتويات متافعة وفي هذه الحالة يجبوا ببساطة تجاهلهم إذن وقد يشمل التحرش أيضا مقاطع فيديو أو تعليقات أو رسائل موسيئة افصح عن المعلومات الشخصية لشخص ما تصوير شخص ما بشكل ضار بدون إذنه نشر محتوى للتعريض شخص ما للإذلال عمدا كما الفيديو اللي خرجها هذه تارتية اللي مع الطفل يتصور هذي كما هذي ممنوع منابت يعني مجرد أن الدكلاراسيون لها أن يقفلوا القناة نشر تعليقات أو مقاطع فيديو مؤذية وسلبية حول شخص ما إضفاء طابع جنسي غير مرغوب فيه على المحتوى ويشمل ذلك التحرش الجنسي أو الاستغلال الجنسي بمختلف أشكاله إذن من صوتي والحاجة أخرى من بينها الأمور أيضا من الأشياء هي انتحال الشخصية وهذا كثير جدا بين القناوات اليوتيوب العرب نجد الناس تنسخ لتكوبي كولي عادي تدح القناة تنجح تكوبي كولي كل شيء ما زالتها جديد وعندك ألف ثلاث ثلاث مشترك تبدأ كوبي هذه القناة تنسخ لتكوبي كولي تغلطوا تجري فيديوهات وما يقوم بكوبي كوليك حتى الفيديوهات التي فيها ويجب أن أقول لك هذه القناة التي تتعي أنا لأن الإنسان كفرهم يدعون لأن الناس تتسرق تنجح لأن هذه القناة تنجح نسخ القناة تنسبة cui ونسبة جديدة نسخ أن الفيديوهات التي تبعوها وتعرف المرة كأنك أشخصي انا قوم بيقوم بيقوم بقناة قناة أخرى الشهيرة أو الآن فقط يربح فيديوهاتها لأنها تبع بقناة ولا شخصية ولا قناة هذه قمودة دكراري بها ممكن إذا دكرارت بها سيتم إزالة القناة فورا يعني ما تطورش خلاصا من مجرد أن ندكراري بها قناة أو انتحال شخصية هذا اليوتيوب هنا ميتمسهول نعطيك النص القانوني إن نسخ تنسيق قناة مستخدمة أو استخدام اسم مستخدم مطابق أو انتحال شخصية مستخدم آخر في التعليقات أو الرسائل الإلكترونية أو مقاطع الفيديو فضلا أن أي نشاط من هذا القبيل قد يصب في خانة المضايقات وفي حال كشف فريق عمل اليوتيوب عن حساب تم إنشاؤه لانتحال شخصية مستخدم آخر أو انتحال هوية يعني قناة ستتم إزالة هذا الحساب يعني يتخذ انتحال الشخصية على اليوتيوب أحد الشكلين التاليين انتحال أنه هوية قناة ينسخ مستخدم الملف الشخصي لقناة أو خلفيتها أو نصها وينشر التعليقات بحيث يبدو كما لو أن قناة مستخدم آخر نشرت هذه التعليقات إذا كنت تعتقد أن أحدهم ينتحل هوية قناتك يوجد زيارة مركز الإبلاغ انتحال شخصية فرض ينشئ مستخدم مع قناة أو مقطع فيديو مستخدم الإسم الحقيقي والصورة ومعلومات شخصية أخرى لفرض آخر لكي يوهم الناس أنه مستخدم آخر على اليوتيوب إذا كنت تعتقد أن أحدهم ينتحل شخصيتك أبلغ عن ذلك بواسطة نموذج ويب التابع للموقع التعامل مع المزودين يعني خارجين لخدمات زيادة المشاهدات إذن كما رأيكم تلاحظوا إذن EVT وهذا المشكل نحضر عن الناس لا يحب أن تخدم في اليوتيوب وعلى مدى البعيد لا يحب أن نحضر عن الناس والكالثة الوحيدة والكالثة الوحيدة أنك تغلق قناة واتسنس أريكم أن تقول إسمك أو لماذا يتداول في جوجل أدسنس لا تقول إسمك في أدسنس لا يقلل لأنك تبدل القوانين مع الوقت نذهب إلى شيء أخرى هو التعامل مع مزودين خارجين لختمات زيادة المشاهدات الناس لا يتعطي المشاهدات لا يتعطي المشاهدات يعني أن تقوم بشراء خدمة المشاهدات من طرق غير آمنة ممنوعة نهائية في اليوتيوب يعني أن تذهب إلى تشري خدمة مثلا تذهب إلى 10 أولار ولا تذهب إلى سيت معين 10 أولار أو 200 ألف أو مليون هذه هي ممنوعة نهائية في اليوتيوب ولكن اليوتيوب لا يتعطي المشاهدات والنص القانوني في اليوتيوب يوضح تلك النقطة ما هي الإجراءات التي لا يسمح بها إطلاقا شراء مشاهدات لمقاطع الفيديو التابعة لك من مواقع تابعة لجهات خارجية مثلا دفع 10 دولارات أمريكية أو ما يؤادلها بالعملة المحلية لقاء يعني 10 ألف مشاهدة أو أكثر لما لا يجب الاستعانة بهذه الخدمات إن اليوتيوب إبارة عن موقع مجاني مخصص لمقاطع الفيديو وهو أفضل وسيلة لتوزيع محتوى الفيديو التابعة لك بطرق مشرعة ولتوزيع محتوى يحمل علامة تجارية توفر حلول TrueView التابعة لليوتيوب وسيلة فعالة وقابلة للتطوير لتوزيع الوصائل تنشئ TrueView مشاهدات يرغب منشئ المحتوى في الحصول عليها مقابل أسعار معقولة للغاية وعلى وسيط عرض إعلان فيديو أصل فعلي تقدم TrueView تجربة عرض للفيديو أصلة وملائمة للعلامة التجارية مع عدد لا يحصى من إمكانيات الاستهداف فضل عن إحصاءات معمقة حول المحتوى وتكوين القاعدة الجمهرية إذا أردت الاستعانة بإحدى هذه الخدمات فاكتشف الوسائل التي تعتمدها للترويج للمحتوى التابع لك واتخاذ إجراءات لازم يعني سقصي كيف ترعظ هذه الخدمات للفيديو التابع لك سقصي مثلا عن شفافية البيانات والتحليلات مثلا عن ديمغرافيات المستهدفة سقصي مثلا ما إذا كنت هذه الخدمات تستهدم مقاطع الفيديو كحافز ولا عناصر لتحقيق الأرباح تستهدف الإشارة لأنك مسؤول يا أخي مسؤول عن قناتك مسؤول عن الزيارات التي تجيها و التي تلقىها الفيديو التابع لك إذا تعاقدت من الشركة لأن تمنحك مشاهدات غير مرغوب فيها بدل مشاهدات مشروعين حقيقية ستقع المسؤولة لعاتقك وليس لعاتق الشركة لا يمكن أن تقول شركة خدأتني أو لا هذه شركة نصابة ولا يربحوا المال بهذه الطريقة لأن الخاصة أعرف لكي تعرف أكثر القوانين اليوتيوب اكتب القوانين اليوتيوب المعمور بها لكي تجنب غير قناتك ولا تعليقها لكي لا تحزن لكي تبقى تعيش و تبقى تخدم إنسان في اليوتيوب و مستقبل القنوات الفضائية ممكن قنوات الفضائية سيذهب و يبقى اليوتيوب سيتطور بشركة عالمية جدا و الناس تقدر إبداعك بلما تذهب فيزا أمريكا بلما تذهب فيزا الفرنسا بلما تذهب فيزا الألمان تقدر فيديو تكتفي عنوان استهداف ألماني أو استهداف أمريكي أو صيني تصل فيديو هذا المالايير من الناس سيشوف و ينجح إذا كان لديك شيئا والله و يجيك الأورو و يجيك الدولار و يجيك مشاريع من الدول الأوروبية سيقول أني سبحان الله و سأجدنا بالفيزا إذا كان فيزا سأجدني بهذا الطريق إذا ما لديك فقط الصبر و العمل لديه خدمة يعملها و ليس لديه يحاول يستعمل فيديوهات يستعمل الرياضة و الضحك هناك فيديوهات مجانية يحاول يستثمرها تبدلها و ليس لديه أنا لا أستطيع أن أقول أنه ينجح في القناة لأن القناة يسمونها منشئ المحتوى لديك محتوى أصلي و ليس محتوى مسروق لكي الناس يقول لك باطل مثلا تحبط فيديو و تحبط فيديوه و تستعملوا إعادة الاستعمال سألاحظ في قنوات تستعملوا كامل إعادة مستعملة لكن في الأخير غلقوا قناته و تستعملوا و يكفي عنها أن تكون قناة لا يوجد حقا و تحبط فيديوهات في الديوهات و تكثر لها في الفيديوهات بالضبط و يحب أن الناس تطور قناة و تكون لديك قناة محتوى أصلي و تكون لديك قناة و تكون لديك قانات و تكون لديهم و تكون مدارة لكي يطرق و تكون لديك ثقة و تأرشب و تبارتجها في العالم بكل سهل هذه النصائح هذه القوانين الخاصة بالعرب خاصة وخاصة الجزائرين بمناسبة السنة الجديدة ان شاء الله نفتح هذا السنة بالعمل الجد ولكن لديه موهبة يستعمل اليوتيوب يستعمل طريقة صحية لا تسرع اخي في الفيو لا تسرع في الجلب الزيارات والله اذا كان الناس قاعدوا خمسة سنين باش لحبوا نسبة معنا لا تسرع فيديوهات في اليوتيوب لا تسرع فيديوهات في اليوتيوب لا تسرع فيك اذا اعمل فقط واخدم وخرج شكين عندك تحس بريضها لنفسك اما الربح او غير الربح فهذا لا يهم تماما لان الدنيا لا يشلق على الربح لان المال يأتي اذا سوف أعطي الحاجة الهوائي التي تحبها انت كما قناتي انا قناة امين الزار اختصت فيها في في الفوتوشوب وبعض المعلومات الثقنية ونحاول نطور نفسي بالعكس ان نقوم بعمل فيديوهات في الفوتوشوب انا لست محترف في درجة كبيرة لكن الفوتوشوب لدي خمسة سنة فيه على اقل اني قاعد نتفكر فيه مثلا انا كنت الوقت نخدم واحدة ننسى اما الان مع اليوتيوب نطلق فيديوهات كل يومي ثلاثيام نطلق فيديو ونخدم فيديو فوتوشوب نتفكر اذا كان تبقى تقنية تجديدة في فوتوشوب هكذا سنقول نتمكن اكثر واكثر هذه الحاجة نحاق فوتوشوب لا ننسى مع الوقت نخدم فيديو مرة في شهرين ثلاثة شهر حتى ننسى ما هو الفوتوشوب اذا كان لديك العدوة بالفوتوشوب او البرنامج تطور كل عام كل عام برنامج جديد اذا لم نطلق عليكم عاودوا ترى الفيديو هذا مليح وركزوا في القوانين واخسروا الوقت لكم ذا مينة او نصة على هذه القوانين هكذا لا تفهموا ما هو اليوتيوب واشي هو جوجل اردسنس واشي هو المشاكل غير القانوات هكذا لا تحضر قناتك من الاعلانات وغيرها اذا اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته